ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وهل هي بدع علماً أنا فقط أقرأ الآية إن الله و ملائكة يصلون على النبي و إلى آخر ما ذكر جاسم من العراق بارك الله فيك بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه و آله وسلم بعد الأذان سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه و رسلم و كما جاء في الحديث إذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي اللهم صلي على محمد فلذلك الإنسان بعدما ينتهي المؤذن من الأذان يقول صلى الله على نبينا محمد أما أنك تأتلوا الآية يعني هذا ليست صلاة يعني مثلاً تأتي بقول الله تعالى إن الله و ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسلم هذا أمر من الله أنت ما صليت على النبي أنت قرأت الآية التي فيها الأمر فيها الإخبار إن الله يصلي و ملائكة على النبي و فيها أمر لنا بالصلاة و السلام على النبي وين صلاتك؟ ما صليت يا جاسم و لذلك بارك الله فيك إذا انتهى المؤذن بعدما ردت مع المؤذن تقول اللهم صلي على محمد أو تأتي بالصلاة إبراهيمية و بطبيعة الحال الصلاة لكل إنسان لوحده ما يكون هناك مثلاً الصلاة بشكل جماعي اجتمع الناس و صلوهم على النبي و صلوهم بصوت جماعي أو ما يكون هناك بالجهر مثلاً يعني بعض المؤذنين في بعض البلاد يجهر باللاقط الآخذ هذا و يصلي على النبي ما هذا ما ثبت؟ ما ثبت؟ ما فعل هذا بلال؟ و لا أبو محذورة و لا سعد القرض و لا أحد من مؤذن النبي عليه الصلاة و السلام ما فعلوا هذا و لو فعلوا لنقل دواعي النقل متوفرة و لله الحمد نقل ما هو أدق من هذا ما هو أدق هذا ما نقل و ذلك من الخطأ أن يقوم المؤذن فبعد الأذان يبدأ في اللاقط في السماعات يصلي على النبي صوت مرتفع لا و إنما يصلي كل إنسان لوحده بارك الله فيك